بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد اليوم إن شاء الله نبدأ في تفسير الآية الأولى من سورة الجن بعد أن قدمنا في حلقتين مقدمة عن هذه السورة العظيمة يقول الله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر كفار قريش على أنه إن لم تكونوا تستمعون فإن لله خلقا وعبادا أرسلهم وسخرهم أنهم استمعوا إلي وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لن يترك رسوله وحده فقد أرسل له من يستمع إلى هذا القرآن العظيم بل شرح صدور هؤلاء أن يفهموا هذا الكتاب الذي كان بلسان عربي مبين أن يفهموه وأن يؤمنوا به لمجرد السماع وليس هذا فحسب بل هذه الآيات يعني جعلتهم يولوا إلى قومهم منذرين وهذا بحد ذاته فيه من العظمة وفيه من المكان العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام أن حتى الجن الذين رمهم ربما لن يصلوا إلى قدر العرف في الفصاحة والبلاغة ولكن مع ذلك هذا حتى لا يكون حج لأحد ويقول أنا لا أفهم يعني القرآن فهما واضحا بل حتى الجن فهمت من كلام الله ما أوصلها إلى الإيمان وما أوصلها لأن تكون بعد ذلك تكون نظر إلى قومها تنذر قومها بما سمعته من هذا الكتاب العظيم قل أوحي إلي هذه السورة تبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتقي مع الجن لأن الله أوحى إلي أنه الجن سمعوه والنبي لم يكن يعلم بسماعهم والوحي هو إعلام بخفاء وفي معاني كثير الإشارة فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أي أشار إليهم وغير ذلك من المعاني التي موجودة في لفظ الوحي ولكن قالوا هو كالإلهام وفي السرين قالوا الوحي كالإلهام كلاهما إعلام بخفاء ولكن الوحي ربما يستعمل في الخير وفي الشر والإلهام لا يستعمل إلا في الخير لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم فإذن الوحي يستعمل في الخير وفي الشر كما أخبر الله سبحانه وتعالى أما الإلهام فغالب ما يستعمل أو يستعمل في الخير فقط وربما يعني يسأل سائل فيقول وهذه الإشارة ذكرها يعني التفتزاني قال الإلهام يستعمل في الخير لكن ربما يعني يسأل سائل فيقول أن الإلهام جاء قال في قول الله تعالى ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والفجور ليس خيرا فكيف نقول أن الإلهام يستعمل في الخير قال أهل التفسير لما أعلم الله العباد وميز لهم بين الخير والشر فكان تعليم الشر حتى يشتنبوه كان خيرا ولذلك فألهمها فجورها وتقواها أي أن الله لما علم الإنسان ما هو الشر وحذره عنه وبيّنه له أصبح تعليم ذلك الشر هو بالنسبة لإنسان خير كما قال الشعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه قال أوحي إلي أنه استمع أي أنه الجن تقصد السمع لأنه ما قال أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن إنما استمع فيه معنى القصد في السمع أي أنه تقصد السمع أي كأنهم مروا فلما سمعوا القرآن استوقفهم القرآن وجعلهم ينصطون ويستمعون كما قال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصدوا ما قال فاسمعوا وأنصدوا قال استمعوا أي قصدوا السمع ولذلك هذا المبنى يدل على القصد في السمع إذن هم الجن قال استمع نفر من الجن أي أنه الجن كانوا قاصدين للسماع لسماع النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك حتى في الأبواب الفقهية يقولون يعني لو مر الرجل فسمع آية سجدة سمعها ما كان قاصد استماعها سمعها ليس عليه سجود التلاوة لكن لو استمعها لا وجب عليه السجود إذن هنا الجن إنما استمعوا لهذا القرآن ونفر من الجن اختلف العلماء لكن غالب أهل اللغة يقولون أن النفر هو من الثلاثة إلى العشرة النفر من الثلاثة إلى العشرة وكل واحد من أهل اللغة يأتي بالأمثلة في ذلك والكلام في هذا كثير ولكن قالوا النفر هم من الثلاثة إلى العشرة والبعض اعترض عليهم قالوا إذن كيف نفرق بين الرهط وبين النفر قالوا النفر يختلف عن الرهط يعني الله سبحانه وتعالى قال وكان في المدينة تسعة رحط يفسدون في الأرض ولا يصدحون فهناك ذكرهم الرهط وهنا قال النفر قالوا النفر غالبا ما يكونون يرجعون إلى أصل واحد والرهط قد يكونون يعني من أنساب متفرقة هكذا ذكر بعض أهل التفسير في التفرقة بين النثر وبين الرهط ومنهم من قال أن النفر هي في الأصل لا تستعمل للجن إنما هي استعمال لعدد الرجال من الإنس ولما لم تكن هناك لفظة خاصة بالجن استعملت على التشبيه أنه نفر من الجن أي مجموعة من الجن التي تقابل مجموعة الرجال من الإنس أنهم استمعوا لما مروا عند النبي عليه الصلاة والسلام في وادي نخلة استمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن أنه استمع نفر من الجن ماذا استمعوا لا شك أنه استمعوا القرآن الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب إنا سمعنا قرآنا عجب أي سمعنا قرآنا ما يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام عجب وهنا يعني عجب أبلغ من عجيب لأنه أتى بالمصدر وعالة العرب إذا أرادت أن تقوي معنى تأتي بالمصدر يعني ما قالوا إنا سمعنا قرآن عجيب قالوا قرآن عجب والقرآن إما هو من القرن أو القرء يعني إما من الاقتران أو من التجمع وقد فصل حقيقة أبو عبيدة في مجاز القرآن في لبضة القرآن واشتقاقها ومعناها لكن قالوا إنا سمعنا قرآنا أي ما إما ما يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا عجب عجب أي عجيبا لكن أتت عجب للمبالغة في الأمر وأنه عجيب فهو لا يشبه نظم البشر ولا يشبه الكلام الذي نسمعه من الناس أو حتى الكلام الذي تداوله الجن فيما بينهم طبيعي بالمناسبة ابن عاشور يقول يعني لعلهم فهموا منه هذا الكلام وأنهم يعني لا يفهمون كلامنا ولكن الله أفهمهم لكن غالب العلماء والمفسرين قالوا لا الجن يفهمون كلامنا ويسمعون كلامنا ولهم لغة أيضا يتكلمون بها ووقاسها على قضية يعني قال إما أنه كان الكلام نفسيا أو أنه قالوا هذا الكلام كما قال الله سبحانه وتعالى عن النملة وقالت نملة يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم نعم قالوا سمعنا قرآنا عجبا أي يختلف عن النظم الذي نعلمه والذي نسمعه من الناس أو نسمعه فيما بيننا قالوا يهدي إلى الرشد هذا الكتاب الذي سمعنا به يهدي إلى الرشد لأنه الجن هنا كلمة الرشد والهداية إلى الرشد أن القرآن لا شك يهدي والنبي عليه الصلاة والسلام يهدي والله هو الحادي لذلك قد يجعل الله لهداية لبعض رسوله كما قالوا إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وإن نفع عنه الهداية إنك لا تهدي من أحببت إذن هناك الهداية التي مقصودها من للقلوب فهي بيد الله وهذه فقط يعني من يهدي الله فهو المهتد وهنا جعل الله سبحانه وتعالى الهداية فيما وصفوه الجن أن الهداية لكتابه وأيضا هذا أيضا من هداية الله ولكن أيضا هداية ميل القلوب فكم من إنس أو من الجن سمع القرآن ولكنه لم يمل قلبه إلى الإيمان إذن تبقى الهداية الحقيقية هداية ميل القلوب بيد الله سبحانه وتعالى أما هداية الإرشاد والدلالة والبيان والمعاني والتوضيح فهي تقع للرسول صلى الله عليه وسلم وتقع لكتابه وتقع حتى من العلماء هذه هداية الإرشاد والدلالة لكن هداية ميل القلوب وتحويل الإنسان من الكفر إلى الإيمان هذه بيد الله سبحانه وتعالى قال يهدي والهدى أصل اللفظة كما ذكر الإمام الرازي قال أصلها الميل يعني أصل اللفظة هدى بمعنى ماله وهنا يهدي أن يميل الإنسان أو يميل الشخص إلى جانب الخير هذا الكتاب من سمعه وكان في طريق كأنه يميله هذا السماع إلى جانب الخير قال يهدي إلى الرشد نلاحظ كلمة الرشد هذه جاءت في القرآن إذا عش مرة أربع مرات من جميع القرآن جاءت في سورة الجن من الملاحظة الجميلة والتي قالها أهل العلم قالوا أن الجن أعطاهم الله من القدرات فوق قدرة الإنسان بأشياء كثيرة جدا قدرات عظيمة عندهم ولكن ينقصهم شيء واحد وهو الرشد ولذلك لما سمعوا الكتاب وسمعوا لهذا القرآن علموا أنه ما ينقصهم ولا ينقصهم من حياتهم شيء إلا الحصول على الرشد ولذلك قالوا يهدي إلى الرشد أي كأنه هذا الذي نبحث عنه وهو الرشد في التعامل قالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به يهدي هذا القرآن إلى الرشد فآمنا به لاحظ أنه يعني يقول الإمام الراغب الرشد والرشد قال كلاهما بمعنى خلاف الغي الرشد خلاف الغي ولكن ولكن نلاحظ أنه هذه الكلمة فيها معنى عظيم أنه الرشد هو أمر جامع لأمور الدنيا والآخرة كما ذكر ذلك الراغب قال وإن كان يعني الرشد أخص من الرشد فالرشد يكون للآخرة فقط والرشد يكون للدنيا والآخرة ولذلك سيدنا موسى لما لقي الخضر قال يعني هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا لأنه كأنه أراد أن يأخذ من الخضر خير الدنيا والآخرة والله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم أنه أتاه رشده من قبل وهنا رشد إبراهيم عليه السلام يختلف عن إن ألست منهم رشدة على الأيتام لأنه كما قال الإمام الراغب وبينهما بون بعيد بين الرشد هذا وهذا الرشد فهذا الرشد خاص بسيدنا إبراهيم كان فيه معنى أعظم ولذلك قالوا يهدي إلى الرشد وإن كان جاءت في قراءات أخرى يعني الرشد والرشد لكن القراءة التي عليها الجمهور هي الرشد قال فآمنا به أي صدقناه واستقر واطمأنت به قلوبنا أي آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ابتداء المفسرون قالوا ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا الراجح أنه كان يقرأ من سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وهذه السورة لما سمعوها علموا ما فيها من عظم النظم القرآني وما فتح الله وشرح صدورهم أن يفهموا هذا المعنى العظيم وأنظر إلى يعني عظم الموقف أن هؤلاء من أتباع إبليس عندما يأتون فيسمعون القرآن لأول وحلة ينقلب هذا الانقلاب العظيم حتى يكونون هم منذرين إلى قومهم هذا أولا ثانيا يعني النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الترمذي عن جابر والحديث حسن قالوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن قال لقد كانت الجن أحسن ومردودا منكم ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب لك الحمد قالوا أنه سورة الرحمن قرأها في ليلة الجن عندما ذهب إلى الجن والتقى معهم أما هنا فهم سمعوه عن غير قصده صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا أنه كان يقرأ سورة الأعلى نعم قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قالوا هنا يعني الجن الذين سمعوه على أي دين كانوا وعلى أي ملة كانوا قالوا ولن نشرك بربنا أحدا لن نشرك بربنا أحدا قد يكونون يهود وقد يكونون نصارى وقد يكونون مجوس وقد يكونون مشركين لأن الكلمة عامة لكن نلاحظ أن المفسرين لما تتبعوا في قول الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد وفي قول الله وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط قالوا علمنا أنه يعني هناك ممكن أن تحدد ديانة هؤلاء الذين استمعوا ولذلك قال الحسن قال أن هؤلاء الذين سمعوا كان منهم يهودا ونصارى ومجوسا ومشركين هذا قول الحسن يؤيد الرازي ذلك قال لأنه في قوله ولن نشرك بربنا أحدا دل على أنهم كانوا من المشركين وقوله ما اتخذ صاحبة ولا ولد دل على أنهم كانوا نصارى وفي سورة الأحقاف عندما قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يدل على أنهم يهود إذن كأنه هؤلاء الذين النفر الذين استمعوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من اليهود ومن النصارى ومن المجوس ومن المشركين فكلهم اجتمعوا على أنه هذا القرآن يهدي إلى الرشد ورأوا به الإيمان وذلك نلاحظ أنه الكلام هنا بصيغة الجماعة التي كلها على كلام واحد وكلها على إيمان واحد ولذلك نجد أنهم من خلال هذه الآيات التي جاءت يتبين لنا أنهم كانوا على هذه الملل وهذه الفرق التي كانت موجودة فقالوا ولن نشرك بربنا أحدا أي لن نجعل معه شريكا كما تفعل النصارى وكما يفعل اليهود عندما قالوا عزير بن الله وكما يفعل المشركون عندما يجعلون هناك آلهة كثيرة يعبدونها قالوا ولن نشرك بربنا أحدا وكأنه هذا المعنى كان مفهوما عندهم في حيث أنه بتنوع هؤلاء الذين كانوا يعني منتشرين في الأرض وقد علموا عبادة الناس في ذلك الوقت قال وأنه تعالى جد ربنا تعالي هو العلو الشديد الذي فيه تكلف وتعالى الله عن مسألة التكلف لكن بناء اللفظة بناء التكلف من التعالي والتقبل وغير ذلك من الألفاظ الاتجاهة أي أنه تعالى الله أي على الله علوا عظيما يفوق قدرة الوصف عن وصف علوه فهو متعالي أن يكون له صاحبة أي زوجة وأن يكون له ولد وسنفصل في معنى الصاحبة والولد قال وأنه تعالى جد ربنا نلاحظ أنه المفسرين قالوا كلام جميل قالوا كل آية بدأت بأن مفتوحة كما ذكر ابن بحر الأصفهاني وذكر ذلك القرطبي عن ابن بحر كل آية جاءت وأن مفتوحة هي من كلام الجن وكل آية جاءت إن مكسورة هي من إخبار الله عن حال الجن ولذلك قال تعالى جد ربنا أنه الله سبحانه وتعالى على علوا عظيما عما يقال عنه وعما علمونا وعما سمعنا وعما آمنا به في السابق وركز في طباعنا وفي إيماننا أن الله له صاحب وولد وغير ذلك مما قاله أهل الفرق والملل والنحل في وقتها قالوا تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولده كلمة جد ربنا فيها تقريبا ست أقوال لكن سأذكر يعني الأقوال الرئيسية التي يعني عليها مبنى أهل التفسير قالوا الجد يأتي بمعنى هو أصل في اللواء كما قال الطبري قال والجد فيها معنيان أصيلان الجد هو أبو الأب هذا معروف قالوا والجد هو العظمة ولذلك سنأخذ المعنى الأول وهو العظمة وهذا الذي عليه أكثر أهل التفسير أنه مالوا إلى هذا المعنى قالوا يعني تعالى جد ربنا أي قال تعالى عظمته وجلاله وسلطانه عن المشابهة قالوا تعالى جد ربنا أي عظمته وسلطانه حتى أنه كان الصحابة يقولون إذا حفظ الرجل فينا سورة البقرة جد في أعيننا أي عظم في أعيننا وهناك من قال أيضا الرازي يذكر هذه الرواية يذكرها القرطبي ورواية الرازي يقول كان الرجل إذا قرأ البقرة فينا جد في أعيننا فيما ينقل عن السلف في لفظة الجد في معنى العظمة وقيل أنه الجد الغنى كما ورد في الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع ذا الجد منك الجد أي أنه لا ينفع صاحب الغنى فأنت الغني يا رب فأنت الغني عن الكل فإما أنه تعالت عظمة ربنا أو تعالى غنى ربنا عن الاحتياج إذا أخذنا موضوع الصاحب والولد فالله غني عن الصاحب والولد وغني عن مخلوقاته أن يتخذ صاحبة ولا ولد وكذلك ابن أبي حاتم الرازي نقل عن ابن عباس لكن كأن الرواية التي نقلت مبتورة في المخطوطات حتى أن ابن كثير لما نقل عن ابن أبي حاتم قال ولا أدري ماذا أراد ابن عباس في هذا كأن العبارة مقطوعة أنه قال تعالى جد ربنا أي هنا الجد اللي هو أب الأب أي كأنه تعالى أصل الله أن يكون تعالى أصل الله أن يكون له أصل وأن يكون له أب وأن يكون له جد الإمام القشيري يقول يعلق على هذه الرواية يقول ولا ضير أنه الجن قالت هذا قالت هذا أنها أراد التنزيه لا أن يكون له أب أو يكون له جد فتقالت تعالى جد ربنا وهذا من تنزيه الجن لله على حسب علمهم كما أن الله قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد و هناك من فسرين إنما قال إنما هذا في اعتقاد الجن و هو كلام خاطئ أنه يعني هكذا اعتقدوا وهكذا ظنوا فأرادوا المدح لكنهم أخطأوا في العبارة ولكن أيضا بعض المفسرين قالوا أنه طالما أن القرآن وثق ذلك و لم يرد عليهم دل على أنهم ما قصدوه أنه تنزيه الله أن يكون له شبيه كالمخلوقات أن يكون لها أب وجد و غير ذلك فالله سبحانه وتعالى يعني ليس كمثله شيء كأنه هذا المعنى و هناك من قال أنه الجد أريد به ربنا يعني وتعالى جد ربنا جد ربنا أي تعالى ربنا و هذا أيضا من قول عن قتادة و الحسن و غيره من السلف أنه هذه الأربع أقوال حقيقة التي عليها المدار في موضوع جد ربنا و هنا و منهم من قال أنه الجد يأخذ ضد الهزل نقول هذا أمر جد يعني ضد الهزل أي أن الله سبحانه وتعالى حق ليس بهزل و لا يتخذ صاحبه و لا أولاد كما قال لو وردنا أن يتخذ له و لا اتخذناه من لدنا فالله سبحانه وتعالى جد على معنى أنه ضد الهزل هذا أيضا من الأقوال الموجودة وأقوال أخرى يعني هي تقريبا تدور حول هذه المعاني التي الخمسة التي ذكرناها ولكن الذي عليه أكثر أهل التفسير أنه تعالى 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 عظمة ربنا في أسمائه و في صفاته و في توحيده و أن يكون يعني مشابها لأحد من خلقه قال ما اتخذ صاحبة و لا ولد قال لأن الصاحبة ممكن تتخذ من الإنسان لضعفه فإن الإنسان في ضعفه يحتاج إلى الصاحبة و ربما تدفعه الشهوة أن يكون له ولد و الله سبحانه وتعالى منزه أن تكون له صاحبة و أن يكون له ولد و لذلك قالوا يعني ما اتخذ صاحبة و لا ولد قال الإمام المارزي و كذلك من قبله الإمام الماوردي فيما نقله القاسم و ابن عاشور أيضا قالوا أنه الجن كيف آمنت يعني ما هو هل مجرد أنه السماع لآيات تؤمن مباشرة قالوا أن الإيمان و الأصل في الماوردي النقل و هم نقلوا عنه الماوردي قال أنه إيمان الجن بالنبي عليه الصلاة والسلام كان مبني على أمرين الأمر الأول هو قضية أنهم لعلهم لعلهم فتح الله عليهم في السماع و في فهم القرآن حتى وقع في قلوبهم و هذا قد وقع لكثير من الناس عندما كانوا يسمعون آية من كتاب الله يتحول في اعتقاده من الكفر إلى الإيمان و الأمر الثاني قال لعلهم وجدوا أوصافه و ذكره في الكتب السابقة فيما كانوا يعني يعبدون كل على عبادته فعلموا من خلال الكتب السابقة يعني أنه هذا هو النبي الحق النبي الذي سيبعث آخر الزمان و لذلك آمنوا به في هذه السرعة قال ما اتخذ أي أن الله سبحانه وتعالى ليس له صاحب ولا ولد و ذلك في قول جد ربنا قلنا لأنه كانت الجن يقول الناس كان المشركون يقولون أن الملائكة عفوا بنات الله فكأنه الله سبحانه وتعالى الجن لما آمنت و وقع الإيمان في قلبها نفت ذلك عن الله أن لم يكن له لا أب ولا جد ولا بنات ولا شريك ولا ولد ولا غير ذلك و هذا كله على هذا المعنى فهو تكذيب للنصارى في اتخاذ الله الزوجة و في اتخاذ الله الولد و تكذيب لليهود في قولهم عزير بن الله و تكذيب أيضا لمن يعني أشرك مع الله آلهة أخرى نكتفي إلى هذا القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم في الحلقة القادمة من سورة الجن إلى حين ذلك الموعد نستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة